نعتبر أن أمن الجزائر واستقراره وتؤمن نينة شعبها من أمن المغرب واستقراره والأكس صحيح فمي مصر المغرب سيؤثر أيضاً على الجزائر لأنه ما كالجس الوحيد ومن جهة أخرى سنتأسف لتوترات الإعلامية والديبلوماسية التي تألفوا العلاقات بين المغرب والجزائر والتي تسيء لصورة البلدين وتترق انطباع سلبي لاسيما في المحافل الدولية لذا ندعو إلى تغليب منطق الحكمة والمصالح العليا من أجل تجاوز هذا الوضع المؤسف الذي يرضع الطاقة بلدين ويتلافى مع روابط المحبة والإخاء بين شعبين فالمغرب والجزائر أكثر من دولتين نجارتين إنما توأمان متقاملاً لذا أدعو فقامة الرئيس الجزائري للأمل سوياً في أقب وقت يراه مناسب على تطوير العلاقات الأخوية التي بناها الشابان عبر سنوات من الكفاح المشترك